اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء اكد على ما وصل اليه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية من مستويات متقدمة في مختلف المجالات خاصة في المجالين العسكري والدفاعي مؤكدا سموه ان الامن والاستقرار مرتكز الجهود الدولية فهو اساس التنمية التي تحقق تطلعات دول العالم وشعوبها جاء ذلك لدى لقائي سموه حفظه الله بقصر لضبية اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الامريكية قائد الاسطول الخامس وسعدت السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين حيث رحب اسموه بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الامريكية قائد الاسطول الخامس وبالسفير الامريكي منوها بما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحقق على صعيد مختلف مسارات التعاون من تقدم وتطور واخلا للقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية حيث تم التأكيد على اهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الامني والازدهار التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية والتي ستشكل مرتكزا ثابتا لدفع التعاون نحو مزيد من التكامل في شتى المجالات وخاصة في المجالات الامنية والعسكرية والتكنولوجية الحديثة والتجارة والاستثمار وستصم كذلك في تقوية المنظومة الامنية والاقتصادية للمنطقة بما يعزز التوجهات التنموية كما تم خلال اللقاء مناقشة العمل المشترك في المرحلة القادمة وما تهدف إليه الاتفاقية الشاملة للتكامل الامني والازدهار بين البلدين نحو تعزيز التعاون التنائي والتكامل في شتى المجالات وعزمهما على مواصلة العمل جنبا إلى جنب وفق القيم والرؤى المشتركة نحو مزيد من التكامل في المجالين الامني والعسكري وتحقيق الامن والازدهار والتنمية الاقتصادية